نقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان عوض بن عوض الصلاح الوضع الصحي العام وما تعانيه المرافق الصحية بالمحافظة وكذا عودت طلاب المدارس في ظل جاحد كورونا التي تعصف بالبلاد جاء ذلك خلال لقاء جماعهم بوكيل وزارة الصحة الناطقة الرسمية للجنة الوطنية العليا لمواجهة كوفيد 19 والتي زارت محافظة لحج للإطلاع عن كثب على وضع المحاجر الصحية والمنشآت بمعية مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عارف عياش حيث تطرق الاجتماع إلى السبل الكفيلة الممكن العمل بها في ظل جائحة كورونا لعودة الدراسة وإعادة تأهيل الكادر الصحي بالمحافظة والعمل بجدية نحو إرفاد المحافظة بالكوادر المؤهلة والبحث عن مخارج لوضع صحي قد تعاني منه لحج خلال السنوات القادمة بعد غياب الكادر وابلوغه أحد الأجلين في ظل عدم تخرج كوادر طبية جديدة نتيجة توقف المعهد الصحي بالمحافظة مطالبين بعودة العمل كي يرفض المحافظة بالكادر المؤهل خاصة الأمومة والقابلة والطبيب المساعد والفنيين وغيرها من التخصصات